سلام سلام حبيباتي وشراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير عسلامة ومرحبا بكم معي في هدلا نوفيل فيديو اللي راح ينشوفوا فيها ان شاء الله تكملة للسلسلة تعنا تعتعلم اللغة الفرنسية دونك اليوم ان شاء الله راح ينشوفوا كلمات واحد اخرى اللي نتعلموا ان شاء الله كيفاش يكون النطق الصحيح تحب اللغة الفرنسية هكذا باش عميدو كوتي الاخطاء الشائعة اللي دايما نسمعوهم ودايما يتكرروا فيالله بنا بسم الله اول كلمة بسم الله اللي راح ينحاول ونصحوها هي كلمة الدخلة تع البيت ولا تع الابartement ولا تع المنزل اللي بزف من ناس يقولوا لارنتره دو لأبartement لارنتره دو لأميزن هادا خطاء شائع من قولوش لارنتره وإنما نقولو لانتره دو لأميزن لانتره دو لأبartement دول كاوش رانا نشوفو سي لانتره تع لأبارتمن ديالي لارنتره بالعربية سي الدخول لارنتره سكولير مثلا لارنتره سوشيال لكن المدخل تع دار نقولو لأميزن دو لأبارتمن كي مارا كتوفو فيه دور كامكتوب دونك مليوم وروح انشاء الله منزدوش نقولو لارنتره وإنما نقولو لأميزن هادا خطاء شائع نسمعو بارتو 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 كسا سوف لفيدو سور يوتوب ولا براء المهم مننا وروح انشاء الله منزدوش نوقعو في هاد الخطاء من اللي يجاز وراني متأكدة باللي سمعتو على الأقل مرة وحدة ولا شخص واحد قال لكم كلمة لي كي سات لي كي سات لي هو خطأ شائع نظن باللي سبحان الله الكل اللي يقول كلمة لي كي سات في عود الكلمة الصحيحة وهي كلمة لي كي سات سي ا ا ا ال ا ا ي يسو برونس ا ماشي اي دونك ماشي كلمة لي كي سات وإنما لي كي سات بزاف بالك رحين يقولوا لي لا لحنا كين هضرو بالعامية تعنا نقولوا لي كي سات يعني كي شغل بالدرجة تعنا أنا نسمع الناس يعني حتى يهضرو باللغة الفرنسية إذا عما يقولوا جملة كاملة باللغة الفرنسية بتحكيه لحقول كلمة لي كي سات يقولوها كي سات جو في ا اشتي دي كي سات بور مي غاتو يعني كلمة كي سات رجعت شائعة وكأنها هذيك هي الكلمة صحيحة لغة البنات ما نزدوش نوقعو في هاد الخطأ اي دونك نعودو نحرصوا على أنا نقولو كلمة كي سات ماشي كي سات كي ما راه مكتوبة في الشاشة سي ا اي لأ اي كي ما قلنا ينطقوه اي ماشي اي دونك احنا يعني صح يعني تداول ويعني تاع هاد الأخطأ خلانا كأننا نوالفو هادوك الكلمات بهادوك الأخطأ وعادة الجينش والعادي نستعملوهم بهادوك الأخطأ دونك نو احنا نحاولو أننا نسقمو يعني في هاد الكلمات ونحاولو أننا نتجنبو الأخطأ لملا وعلش مدام نقدروا نتعلمو علش نقعدو نستعملو كلمات خاطئة انجوزو الكلمة واحدة أخرى ما عنديش بزاف دلت لكم فيديو وينوريت لكم فيه كوسكوس وصفات عكوسكوس بالمايس المايس اللي بنات كين بزاف تاني اللي يغلطو في المايس ويقولولو المايز يعني لأس تاع مايس ينطقوه زد لأس يتنطق زد في اللغة الفرنسية كيكون انتخو دو وايال علوكو المايس ما موراش اون وايال اللي رايو يخلاص يعني بكلمة بالحرف بلوتو اس ما راهوش انتخو دو وايال باش ننطقوه زد بالتالي لو مايس اللي بنات يتنطق بالاس على فا ماشي بالزد يا الله بينا دركال كلمة واحدة أخرى هنا على بالي بالي كامل عرفتو شنه هو الخطأ لا رحنا هدلكم عليها بس كو بزاف بزاف متداول كلمة اسكالوب حناوش انتخوه انتخوه دوز اسكالوب دو پولي بزاف تاني اللي استعملو كلمة سكالوب في عود كلمة اسكالوب ستون اسكالوب دو پولي ستونسكالوب دو پولي دونك كين قولو لزسكالوب ماشي لسكالوب داكور لسكالوب ستونسكالوب ستونسكالوب اسكالوب ماشي يعني الجمع تحا لسكالوب هذا خطأ شائع بزاف بزاف تاني نسمعوه متداول بزاف بزاف وين الجميع عاد يحسب هاد الكلمة انها تتقال سكالوب ستونسكالوب مع اي في البداية تاع الكلمة وليس ديراكتمن بالاس تاع سكالوب داكور نتمنا ان شاء الله انكم تشدوا هاد المعلومات وصورتوا صورتوا تستنفعوا بهم وتعودوا تستعملوهم ونتجنبوا ان شاء الله شوية بشوية الاخطاء هادو ما الشائعة والمتداولة بإذن الله كلمة واحدة اخرى حبوباتلي راح نحاولو ان شاء الله نصحوها للي ما تعرفهاش اكيد هي كلمة ديودورون لديودورون بزف لي نطقوه بطريقة خاطئة كين لي تقول لك ديودورون كين لي تقول لك ديودورون المهم سي لديودورون كي ما راني كتبت هلكم دوركا في الشاشة البنات ديودورون ما عندوش نطق اخر ماشي ديودورون ماشي ديودورون ماشي المهم ماشي ديودوريزون تاني داكور هادا سي لديودورون نتمنا ان شاء الله انكم كما قلنا تشدوا هاد الكلمات هاد الفيديوهات ران نديروهم باش تستنفعوهم بيهم وفالا ماشي بشو جوجت بنشوفوهم من بعدك خلاص نعودو نولو للكلمات تعنا الخاطئة المهم هادا بالنسبة للبنات اللي حابين يتعلموا اللغة الفرنسية واللي يلزوم انسيستي باش نزيد ندير لهم فيديوهات من هاد النوع لنك أنا لهنا راني جوز باش نلبي الطلبات تعكم وان شاء الله ننفعوا بعضنا ونستنفعوا وبهد الروايح الزينا تعليو ديو دوران والمنادر الجميلة تعليوهات الورود راح نختمو انشاء الله لا فيديو تعنات عنها اليوم اللي نتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم ستمتعتوا بالمشاهدات تحا وسرتو تكونوا تعلمتوا منها اشياء وكلمات جديدة si c'est le cas نoubliez pas de likeer la vidéo de la partager avec vos amis et de me laisser un commentaire encourageant je compte sur vous aussi pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et me rejoindre aussi sur ma page instagram مريم Lifestyle moi je vous donne rendez-vous très très prochainement dans une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien ciao ciao